إن الحمد لله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد أيها المسلمون إننا والحمد لله قد كنا ندعو الله الخير لدولتنا وذلك في مستقبل لانتخابات والمسلم ينبغي أن يكون مسلما في أوله ووسطه وآخري فالظروف المتحولة والأحوال المتغيرة والأزمنة المتبادلة لا ينبغي أن تكون سببا لتغير حالة إسلام المسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فهفاظا على إسلامنا الذي تتم به كرامتنا الإنسانية لابد أن نسعى مع كل ضرب من ظروف الحياة حتى نبقى مسلمين فنحن مسلمون أولا وينبغي أن نعيش مسلمين دائما وينبغي أن نبذل كل جحد حتى نموت مسلمين فهذا هو شرف بيننا وبين رب العالمين إذن ها نحن كنا في مستقبل الانتخابات نسأل الله الخير كله فنسأل الله السلامة والعافية والأمانة والسعادة وها هو الله عز وجل قد استجاب دعوتنا فاختار لنا من يريد رئيسا علينا فالرئاسة والإيمارة إنما يختارها الله عز وجل فكون العباد يسعون في اختيارها هو مجرد سبب والله هو المسمم فإذا آتانا الله من الملك من يشاء فليس علينا إلا السمع والطاع قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وكأن سائلا سأل فقال وهل الله قادر على ذلك فآتاك الدليل فقال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغيره ساب انتهت الاختبارات هذا هو قائدة الاختبارات في الإسلام وهذا هو قائدة الانتخابات في الإسلام وهذا هو قائدة الخيار في كل شيء في الإسلام فإذا انتخبنا واخترنا فوافق ذلك خيار الله وانتخابه فبه ونعمه وإلا فلنترك ما عندنا ولنكتفي بما عند الله لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزينا الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اسبر مع اختيار الله وآمن بقضاء الله وقدرته وانهج منهج السلف الصالح من الأنبياء وغيرهم في التأدب مع الأمراء وصلاة الذين اخترهم الله لنا هذا هو الإسلام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره ويقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاجه هذا هو نظرية القرآن الكريم حول المل وهذا هو نظرية القرآن الكريم حول الرئاسة والإمارة والسلطنة وإذا كان ذلك كذلك فأنت مسلم وينبغي أن تعيش مسلما وينبغي أن تحاول وتبضل كل ما تستطيعه لتموت مسلم هذا هو الشرط بينك وبين ربك أخي المسلم وأخت المسلمة هافذ على إسلامك قبل الانتخابات وهافذ على إسلامك خلال الانتخابات وهافذ على إسلامك كذلك بعد الانتخابات فالانتخابات تنتهي والإسلام يبقى وأنت والرئيس تنتهيان والله يبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرار أيها المسلمون لكي نستطيع المحافظة على إسلامنا وكرامتنا الإنسانية لابد أن نسلك مسلك الأنبياء وننهج منهج الأنبياء في ذلك لننجو من الفتن في أنفسنا وفي إخواننا الأصل النهي سعداء وبحالة يسيرة فإن الله يريد بنا ذلك وأن لا نحيا ونعيش في الفوضى والمشاكل والفتن والقيل والقال التي تكون نهايتنا الذهاب بديننا وأرواحنا وأموالنا وأقولنا وأعراضنا الدرورات الخمس التي يجب على كل مسلمنا المحافظ عليها وإلا فإسلامه ناقص نعم أيها المسلمون سعلنا الله أن يرزقنا من يكون خيرا لنا فاختار لنا كما يريد فلنسكت والنقل من الأقوال والنبتعد عن الشكم والسب وأن لا نؤذي بعدنا يقول الله عز وجل في المسركين منبها للمؤمنين في حياتهم ليسبهوا سعداء ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملا نعم هذا الذي تريد أن ينجح فنجح ما الذي ينبغي أن يكون موقفك تكثر من شكر الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وهذا الذي يريد غيرك أن ينجح فلم ينجح ما الذي ينبغي أن يكون موقفك أن تسكت على شكر الله في من أردت أن ينجح فنجح وتخوف شرك عن من لم ينجح لا تستم ولا تصب ولا تهقر ولا تغتاب فإن كل من أحببته هناك من لا يحبه وكل من كرهته هناك من يحبه فالوسط في المسألة أن تشكر الله إذا قضى بما أردت وأن تسكت وتكوف شرك عن من لم ينجح فإن كلنا مسلمون ونريد أن نعيش مسلمين ونريد كذلك أن نموت مسلمين قد يقول قائل ولكن لا ينبغي للأئمة والعلماء والطلاب أمثالنا أن يتكلموا في الانتخابات والسياسات الدولية لا هذا غلط ينبغي للإمام والواعد والدارس والعالم والطالب أن يتكلم ويكثر الكلام في السياسات الدولية ولكن شريطة أن يكون كلامه كله خيرا نعم شريطة أن يكون كلامه كله خيرا فالأئمة والعلماء هم نور أنوار قلوب العباد فإذا كان هؤلاء يسكتون في مسألة من مسائل الحياة فكيف تستنير قلوب العباد ويسلكون المسلك الوسط وينجحون من الفتن إذا لابد لنا من الكلام فإن ذلك من حقنا ولكن شرط كلامنا أننا نقول إلا حق أيها المسلمون إننا نعيس في دولتنا بخير والحمد لله فلسنا لاجئين إلى أي دولة أخرى ونحن في يومنا وليلتنا نرى لاجئين في أنهاء العالم كلها مهينين مهقرين مصغرين قوم يفعلون بهم ما يشاءون ولا يستطيعون أن يردوا مدقال حبة الخرد إذن اجلس في دولتك وحاول أن تعيش فيها بخير وحافظ على لسانك حتى لا يكون سبب شر لك ولغيرك في دولتك وحافظ على إسلامك من باب أولى واحترم من استفاه الله عليكم وكف شرك أمن لم يستفيه الله عز وجل أيها المسلمون أليسنا قبل الإختبارات كنا نسلي وراء بعدنا وكنا نجهز جنازة بعدنا وكنا نشارك بعدنا في الزفاف والولائم والعقيقة وكنا نفعل ونفعل ونفعل ونرجو من الله عز وجل أن تستمر بنا تلك الأهوال بكل خير فلماذا نخرب بيوتنا بأيدينا بسبب الانتخابات ولماذا نحفر قبورنا بأيدينا بسبب الانتخابات ولماذا نفسد قرامتنا الإنسانية بسبب الانتخابات ولماذا نحاول أن ننصى ديننا فينصانا الله عز وجل ويبنون سبب ذلك هو الانتخابات لا ينبغي لنا ذلك قبل الانتخابات ولا خلال الانتخابات ولا بعد الانتخابات فالحذر الحذر أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا خذوا إذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى بعد الانتخابات كما وفقنا ذلك قبل الانتخابات وخلال الانتخابات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه والغفور الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أحمد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فاللهما صلي وسلم وبارك وزيد على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الرحيمين أما بعد أيها المسلمون تنهم الضفاء اشتركوا في القناة 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 ستركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة وزاته بسطا في العلم والجسم أنه يأكف اللون للا أنه يأكف اللون للا فزيكال فتنس أسوال والله يؤتي ملكه ما يشاء جنم لن ينوت القضاء والقدر على ننك ديروك على من سيال المنديات ها برابوكاكي كنسن كده والله واسعنا لي علم من سيروار المالة الكسلال فوار يامنا علم حقاكي كنسن حقاكي كنسي حقاكي حقاكي قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير مبادئ إفان دهاندي يبولدهاندي نينكو علي ممتو يوامتا يدهان على كوكيلاني ماي صلى الله عليه وسلم على لك ديامدي أكاية محمد باه وقت وبأجيد وامللهanne هناك الملك الملك من تشاء وتعز من تشاء لتعز من تشاء لتعز من تشاء لتعز من تشاء Och تدعز من تشاء لا تتعامل مدع Figure , إن من أفهم من جدا فضل أن تتعامل مثالي مع الف 1600 في نحن نحن więksلاح أكثر من من مدعك ضع القوان,怎么 في المقارب يرسسسسسس cheesy ويغسسس مسلسسس بعض التواصل نحن نقاط سلم في يوداء اشتركوا في القناة 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة